جدد المبعوث الدولي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد رفضه لما وصفها بالهجمات العشوائية على المدنيين من قبل جميع الأطراف مشددا على أن هذه الهجمات لا يمكن تبررها بغض النظر عن الظروف ولد الشيخ وصف النزاع الدائر في اليمن بالنزاع الوحشي الذي راح ضحيته الكثير من المدنيين وقال في بين الله أن الهجمات على المدنيين لا يمكن تبررها بغض النظر عن الظروف وندد بتعرض النساء والأطفال إلى معاناة مسكوت عنها كما أكد ولد الشيخ على ضرورة التزام جميع الأطراف بقواعد القانون الدولي الإنساني واحترام قدسية الحياة المدنية وكان تحالف العربي قد أعلن في بيان أمس فتح تحقيق في مزاعم استهداف طائراته لمقر عزاء قرب العاصمة اليمنية صنعاء أصفر عن مقتل مدنيين